اشتركوا في القناة احباط عملية لتهريب المخدرات بين منطقتين قلتة زمور وأومدريكا قرب الجدار الرملي قبل يومين وكشفت مصادر وفق ما كتبته جريدة كود أن القوات المسلحة المريكية تمكنت من حجز كمية كبيرة من المخدرات الموجهة للتهريب نحو مخيمة تندوف حيث تم رصد تحركات لبعض المهربين قرب الجدار ممن يحملون المخدرات بالمنطقة سالفة الذكر وذلك بالتزامن والاستفزازات المتكررة للجباة البوليساريو وأضفت مصادر ذات الجريدة أن المهربين رفضوا التوقف والامثثال لأوامر القوات المسلحة الملكية مما استدعى إطلاق النار في اتجاههم حيث توضح الصور التي تحصلت عليها جريدة كودة مقتل مهربين اثنين وإيقاف أربعة آخرين متلبسين بحيازة 11 رزمة من مخدر الشيرة شكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته